اتجار بالبشر كما عرف القانون جريمة ويتعامل معه الجهات المعنية في وزارة الداخلية وفي السلطة القضائية دور اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص يأتي للتنسيق بين مختلف الجهات للتوعية ولرفع مستوى الخدمات الموجودة في البحرين اليوم حالات الاتجار وجدت هي التي يعلن عنها من قبل النيابة العامة والمحاكم ويتم ضمها في تقرير يصدر في نهاية العام ليس هناك مشروع لحرية انتقال للعامل بين دول مجلس التعاون هناك مشروع لوضع قاعدة بيانات موحدة وأصحاب السعادة وزراء العمل في دول مجلس التعاون يعتبرون هذا الأمر من الأمور المهمة والتي هو دائما على جداول أعمالهم الأمر يتعلق بتوحيد قواعد بيانات بالذات قواعد بيانات العمالة غير المرحب بها لارتكابها مخالفات أو جرائم وهذا أمر هم يعملون عليه حاليا ولكن لم يصل إلى مرحلة التنفيذ النهائي مركز الإيواء في البداية سوف لن يكون مركزا لإيواء ضحايا التجارة للأشخاص فقط ولهو مركز متكامل لخدمة كثير من الفئات المستضعفة من العمالة الوافدة لحمايتها من أن تصبح ضحايا التجارة أو يتم استغلالها هذا المركز سوف يضم ممثلين وتواجد من أكثر من أربع أو خمس وزارات بالإضافة إلى الهيئة في نفس الوقت سوف يضم خدمات صحية ونفسية واجتماعية وبإذن الله سوف يفتتح يوم التاسع والعشرين من نوفمبر اشتركوا في القناة